ترجمة نانسي قنقر 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 في الجزائر أو في دول مجاورة أو في فرنسا فرنسا العربعات المحاولات اللي هما مقودين عند الدولة وعند هذا ممكن نسمينا على الله إن شاء الله رحيم في المغرب احتى يتكون مبادرة حسنة واحد الإيجابية اللي هادي تكون في النفع إن شاء الله رحيم ديال الناس اللي كي يعانوا من عقم ديال الزوري إن شاء الله كلمة دكسور للناس المرضى العقم المرضى على أي حال هذا مرض كيقول رحنا مساكسنش نحن كنا وخصنونا سعرف مأنو هذه المشاكل هذه رحى مشاكل إيجابية ورحى المشاكل اللي كان دروف المسائب كل اللي كان دروف المغرب رحى في نتاق الزوجين في نتاق الزوج والزوجة ولا أقل ولا أكثر مساعدة الطبيعية في نتاق الزواج ولا بدخسون في نتاق الزواج دونك على أي حال الناس كل مخصوموا يعرفوا بمأنو هذا التقنيات كلهم كدنا في المغرب في السفر كانوا في 21 أو 22 مركز اللي كان في المغرب جميع المدن المغربية لنظر على أي حال كان مساعدة لأن الناس بزر ناس مع فناج ولا بزر ناس لذلك يخوفون على أي حال المساعدة الطبية الناس اللي لا بدك أن نسلوه إما للتنشيط المابيد أو المساعدة الطبية على الإجاب أو الحق المجهاري أو هذا أو هذا إما داخل رحم أو خارج الرحم التقنيات كلهم الحمد لله وأن نتائج حمد لله حسنة ونتمنوا لك أن الله رحم ورحم هذا هو سيد مبادر لي حسنة في صالح للجميع وفي صالح للناس الذين يعني من العخم كانت من المشاكل كلها في المغرب لفرنسا والمشاكين نتائج حسنة ونساء الله الرحمن الرحمن الرحيم في المستقبل أمامكم التأمين حملاته والناس على أ mathematically على وجهاتنا وصحابين لديهم أخرى وشكل مشكلة الدقيقة نحن نعود لكي نحصلوا معلومات للناس ونحصلوا معلومات للشاهد المشام Edwin كلمة أخيرات كريم أخيرا الناس الذين يعانون العقب مرد هذا هو الذي يمكن أن يؤكد عليه مرد الناس يعانيه كثيرا ونتمنى على الله إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا على أي حال يدواء دياله ويسيب العلاج ويسيب المساعدة الطبيعي للدجاب التي بدأت في المغرب تقريبا تقريباً من 35 عام نتائج حمد الله حسنة ونتمنى على الله إن شاء الله الرحمن الرحيم الناس من جيتهم الصحابين من جيتهم الأطباء من جيتهم ونحن نتائج حيائي كلهم يتكلفوا بالمساعدة الطبيعي للإنجاب نتمنى على الله أن يكونوا حسنة من الناس الذين يعانون العقب وذين يعانون صفاءة التي ترتبعهم من المشاكل العظمى لا في المجتمع ولا في نتق الزواج ولا من ناحية التلق لكن على أي حال نتمنى على الله الرحمن الرحيم تكون هذه المبادرة حسنة مهمة تقريباً وإن شاء الله الرحمن الرحيم وإن شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا أحد في المستقبل إن شاء الله الرحمن الرحيم يكونوا نتائج أكثر ويكونوا أكثر لكي يستجبوا لهذه المساعدة الطبيعي للإنجاب وإن شاء الله الرحمن الرحيم تكونوا أحد المبادرة حسنة وإن شاء الله الرحمن الرحيم وإن شاء الله الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك